السلام عليكم ورحمة الله علق قائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي العميد طارق محمد عبدالله الصالح على الانتصارات التي تشهدها مديرية بيحان بمحافظة شبوة ضمن عملية إعصال جنوب التي أطلقتها لوية العمالق الجنوبية قبل أيام محددا أبطال تلك الانتصارات التي يحاول بعض النسبها لقوات لم تشارك في أي عملية أسكرية وقال العميد طارق صالح في تدوير على حسابه بتويتر الانتصارات الحاسمة التي حققها أبطال العمالقة تؤكدها شاشة الحوثي وتكشف قيمة تصحيح الأخطاء وتحدد عوامل بناء الانتصارات وضاف ساحل الغربي وحتى بيحان وكل ما بين هذه الجبهات عدونا واحد وهدفونا واحد تحت قيادة تحالف عربي ومصلحة مشتركة أن لا شيء يقف أمام الرجال وأمام إرادة الأبطال فلذلك أنتم الصغراء التي تتحطم عليها كل مؤامرات فارس وأذنابها في المنطقة الذين هم أنشأوا هذه العصابات في العراق وفي لبنان وفي اليمن عملوا على إيذاء المنطقة تصطير الثورة الخمينية يريدون أن يعيدوا إمبراطورية فارس إلى مجدها السابق قبل الإسلام تحت عباءة ثورة الخميني بالأمس يطالعنا سياد إيراني يقول أن المقاومات التي أنشأناها في العراق وفي اليمن وفي لبنان هي التي تمنع الحرب على إيران بينما يتشدق الحوثي بالسيادة ويقول أن السيادة تحققت في عهد الحوثيين لم تنتهك سيادة اليمن إلا في عهدهم وشاهدنا الأدلة على إدارة عناصر حزب الله والحرس الثوري لقيادات الحوثي هم من يقودون المعركة هم من أسسوا هذه الحركة منذ البداية منذ انطلاق حسين الحوثي وذهاب إلى لبنان وتتلمذ على يد حسن نصر الله وحزب الله وأنشأ مجاميع وخلاياها الإرهابية التي أحدثت الفوضى في صعده كان كل هذا يدار من إيران وقائدهم هو الصريع كاسم سليماني عندما يتحدث الحوثي عن السيادة المنتهكة وهو الذي يتشدق بضربة أرامكو في البقيق والتي كشف عنها مؤخراً أنها ضربة إيرانية وأعلن عنها الحوثي هما مجرد وطاف لإيران وطاف لا شيء مثل عزب الويل يفرح بيش بالتهمة نحن نعرف من يطلق الصواريخ من يدير الطيران المسير طيراتهم المسيرة يقودها خبراء حزب الله والحرس الثوري وكذلك الصواريخ التي تأتي إلى اليمن من إيران وهي مفككة ويتم تركيبها خبراء إيرانيين وإطلاقها بإدارتهم حتى أنه عبد الملك الحوثي نفسه لا يعلم عنها شيئاً من يدير غرفة العمليات حزب الله والحرس الثوري أبو فاطمة قال الحاج يوسف قال ما أعرفش هاولة الإدارة الحقيقية للحرب نحن الآن نخوض القادسية الثالثة ضد فارس بعد قادسية القعقاع وقادسية صدام نحن الآن نخوض القادسية الثالثة ويخوضها أبطال مارب ورجال مارب وشوف رفاء مارب جيشاً وقبائل ترجمة نانسي قنقر